سامعين منصور الدوانيقي سامعين بي أبو جعفر منصور الدوانيقي من خلفاء ثاني خليفة عباسي أول واحد أبو العباسي السفاح بعدين نجي هذا منصور الدوانيقي هذا منصور الدوانيقي هو اللي يقتل الإمام الصادق عليه السلام طبعا ها مولانا؟ هذا منصور الدوانيقي كان مولانا يجيب العلماء والمفكرين لمناظرة الإمام الصادق خاطر يهزأ وينقص من مقام الإمام الصادق عليه السلام قولت جماعتنا يدور الولحة على الإمام يجيب أنواع العلوم أنواع الفنون من العلماء ويخليهم يحاورون الإمام الصادق يمكن يقدر يكسر الإمام الصادق يوم من الأيام هذا أبو جعفر منصور الدوانيغ جاب لي طبيب هندي طبيب دكتور حاذق هندي قل لعدنا رجل اسمه جعفر ابن محمد الصادق سمعني حبيبي عيوني أبو سراسك سمعني هذا الإمام الصادق يدعي أن له علم ما كان وما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة منصور الدوانيغ يقل من؟ يقل لي الهندي قل لي يدعي العلوم بأجمعها وهذا لا يعرف إلا الفقه ما يعرف بس يعرف يتوضى ومبطلات الصوم وإلا بعد ما يعرف الطب وكذا قل لي إن أفهمته إذا أنت سكتت هذا الإمام الصادق عليه السلام أعطيك ما تريد من المال شو تريد أعطيك قال له هاي سهلة هاي خل مجمع من الناس حشوت قاعد نحك عن من؟ عن آيات الأنفس متنسون خلي الكلام محورية ما نحب نشت كل كلامنا هو عن موضوع واحد سأرد قاعدة الوزراء والخوش وادم يعني المؤالف والمخالف للإمام حتى اللي قام التاكل بسفرة المنصور هم قاعدين بعد كل من قاعد هذا اللي يهزئ من الإمام الصادق وهذا اللي لا يريد يشوف الإمام الصادق عليه السلام قاعد الإمام الصادق مننا والهندي مننا ومنصور قاعد بالنص بالوسط أبو جعفر مصور الدوانيقي راح ارتفت للطبيب قال له هذا هو جعفر بن محمد يالله سئلة سئلة قال له أأنت جعفر بن محمد قال له بلى قال له سكوت هدوء اشرأبت الأعناق قال له واحد ما أدر قبته وامتدت الأبصار وريد يشوفون شون الحوار يسير قال له بلى قال له أتعرف من الطب شيئا الهندي يسأل الإمام الصادق أنت تعرف من الطب شيئا اسمع اسمع الكلام عم الحجي يا أهل البيت حجي ثاني هذا قال له أعرف أوله وأعرف آخره وأعرف من بعه وأعرف مصدره اسمع أعالج الحار بالبارد وأعالج البارد بالحار البارد والحار مو هذا الحار ما النار لا إحنا عدنا بعض الأطعمة طبحها بارد وبعض المأكلة طبحها شنو؟ حار الخيار بارد السمج لا بارد عافية السمج بارد ولهذا اللي يأكل سمج يريد ينام واضح مولانا لأن طبعة بارد اللبن بارد واضح مولانا هاي كلها طبعة بارد الحار التمر حار الحلويات بشكل عام تقريبا حارة هم مولانا؟ عندك البيض حار واضح مولانا؟ أكو طبع حار وبارد هذا وبالأخص بالقيض أكو بعض الناس خوة تدري يجيبها خياط اللحاف لا صدق شته هوى بارد والدم ضخين يسير بالهوى البارد الدم يسير غليظ بيه غلظة ويأكل سمج أبروده فوق أبروده زين؟ وفوقه شي سوي يشرب لبن زين؟ الشي يشير بيه يصبح كالسكتة مولاي لا صدقها ليش السكتة هذي؟ ترى هاي من هذي أعراضها بارد 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 وهذه مولانا؟ هذي يصبح كالسكتة لأن الدم ما يمشي زين؟ ولهذا الرواية شو تقول؟ اسمع الرواية يقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن اسمع هذي قاعدة المعصومة تكيها لا تأكل السمك وتشرب لبن لأن اللبن ما يناسب السمك يكون يطون لبن مع السمك لكن بالمقابل رسول الله شي يقول اسمع يقول إذا أسمكتم فأتمروا عفية إذا كليت سمك أكل تمر لأن التمر حار والسمك بارد هاي الحرارة تقضي على برودة فأنت صحتك صاحية بالشتة تأكل سمك ماكو أي مشكلة وكل تمر خلاص هذا يقضي على هذا فجسمك يسير شنو مولانا؟ صاحي سالم واضح مولانا؟ الإمام الصادق شو قال له؟ قال له أعالج الحار بالبارد وأعالج البارد بالحار اسمع هذي وأعرف أن المعدة بيت الداء كل الأمراض من هذه التعبانة واضح مولانا؟ الناس مات راعي يجيبها بعد كرش اللي كان ما دام بالأخص دام معزوم زين؟ يخلون أربع أنواع على الأكل أربع أنواع هيأكلها لا مو صحيح مو صحيح دير بالك على صحتك مولاي حس أنت قوي باشر الطيح ها؟ أكل نوع واحد خلاص نوع واحد أو ما يتناسب مع هذا النوع الذي تأكل زين؟ يجيب ويعبي يجيب ويعبي خالي شكت تحمل هذه؟ واضح مولانا؟ قل لأعرف أن المعدة بيت الداء وأن الحمية هي الدواء الحمية ها؟ هي الدواء وأسمع هذه وأعود بدني على معتاد شنو بدنك متعود؟ خلاص أستخدمه الآن أنت تشرب ماي بارد ماي بيثلج تشرب أنا 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 مهدي ما أشرب ماي بيثلج ما أقدر لو عطشان كلش لو أشرب شوية بيثلج ما أقدر أطبك ها؟ أكل شوية بي حرارة أنا ما أكل أنت تاكل حارة جيب وتعبي فلفل بس أنا ما ما أقدر أنا ما معود بدني أنت معودة أنا ما معودة واضح مولانا؟ فلا تلومني شيخ ناليش ما أتاكل هيش هذا طبعي أنا عودت بدني على هذا الشي أنت عودت بدنك على يمكن الأكل التاكل يضرني ويمكن الأكل اللي يأكل أنت شنو؟ يضرّك ها؟ الإمام الصادق لا تنقصوا تسمعها خلي مثل أول زين؟ الإمام الصادق عليه السلام شي يقول أو عودوا بدني على معتاد شنو متعود عم؟ هذا الدكتور الطبيب كان متكع منتشي انتصب هيش قاعد قال له والله هذا كل الطب وأول الطب وآخر الطب من أخذ هذه قاعدة لنفسه لا يمرض أبدا الدكتور يقول له يقول له اللي يعمل بهاي اللي أنت ذكرتها هاي تسمح شاية ما يتمرض أصلا أبدا ها؟ زين الزهراء سلام الله عليها تعرف هالأحكام اللي ما تعرف؟ تعرف شا شنون الجماعة يقولون والله تمرضة ماتت؟ ثمانطعش سنة عمرها شنون تتمرض وتموت؟ ها؟ شاهد مولانا العزيز هذا تسمى شنو؟ آيات الأنفس الإمام الصادق قال له سألتني قال له بلى قال له أأسألك أنت سألتني أنا أسألك هذا بعد ارتخذ دكتور بعد وين وين الإمام الصادق؟ جرب الإمام قال له مثلك يسأل مثلي قال له حسان أسألك الإمام ما أريد يهزأ من عنده ترى ولا يريد ينزل من مقامه يريد يبين مقام الإمامة والولاية إلى الناس هذه قضية إمامة قضية ولاية خلافة مو قضية هينة كوني يبين المقام مقام الإمامة إلى الناس قال له سألك قال له بلى سل قال له لماذا اسمع لماذا خلق الله الشعر على الرأس؟ ليش الرأس بشعر؟ ولهذا هاي تسمى آيات الأنفس قال له لا أعلم قال له لماذا خلت الجبهة من الشعر؟ القصة ليش ما بيشعر؟ قال له لا أعلم قال له لماذا جعل الله في الجبين أسارير أسارير شوف هاي كل قصة ما نسوه هيش بيها مثل النهران شوف شقوق بيها قال له لا أعلم قال له لماذا جعل الله الحاجب فوق العين ولم يجعله تحت العين؟ قال له ما أدري قال له لماذا جعل الله الحاجب كالهلال ولم يجعله مستقيما شوف مقوس مثل الهلال قال له لا أعلم قال له لماذا جعل الله الأنف بين العينين ولم يجعله على الجانبين هو تخلى الخشم مننا لو مننا يمكن يصير أحسن بس ما خلى لا مننا ولا مننا وين خلى بالنص بالوسط قال له لا أعلم قال له لماذا جعل الله ثقب الأنف إلى الأسفل ولم يجعله إلى الأعلى قال له هم ما أدري قال له لماذا خلق الله العين كاللوزة ولم يخلقها مدورة أو مربعة ليش؟ آه مثل اللوز قال له ما أدري قال له لماذا جعل الله الشارب فوق الشفة ولم يجعله تحت الشفة قال له هم ما أدري هذا ما يدري شيء خطيئ لا يحلو لا يربط زين قال له لماذا جعل الله اللحية للرجال دون النساء النسوان ما عدن هذا أخوه بعد زين الشاخن مولانا العزيز تغيرت الموازين مولانا العزيز قال له لماذا خلق الله القلب كحبة الصنوبر قال له لا أعلم قال له لماذا خل الكف من الشعر هذا مننا أكو شعر مننا ما أكو شعر قال له ما أدري قال له لماذا تنطو الركبة إلى الخلف ولا تنطوي إلى الأمام هذا من تمشي أنت الركبة وين تنطوي وراء وراء إلى الخلف ما تنطويه قدام قدام قال له لا أعلم والإمام أخذ السألة سأله هذا كله لا 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 ما يدري هذا زين هذا منصور الدوانيق يخوه بعد هذا رتعون طلع فرعون أي بعد قال للطبيب قال لكل واحدة منها جواب قال لكل واحدة منها أجوبة مو جواب إجابات قال لك كيف أجبني الإمام فالصله كثير أسانا ما أردأ قل لك مثلا وحدة من العدن وحدة من العدن هذا الجبين إحنا نطلع بالشمس وشمس الحميدية أخوه يحرق والساعة بالثينة الظهر مولانا تطلع والشمس تسقع على الرأس يعرق الرأس وين ينزل العرق مالح والملوحة تؤذل العين من تنزل من الرأس يتلقاها الجبين هاي الشقوق اللي يشوفها بمنزلة الأنهار في الأرض شلون توجه المياه منها ومنها هذا النهران من تنزل نطيح العرق ينزل يطيح بالنهران يوجه العرق وين إلى الجانبين زين قيض والسعب الثنيين وانت قاعد تركض لو حدات جوشكار يشتغل فالماء يضل يصب صب النهران ما تلحق شي يصير يطفح العرق مثل شلون الماء يسيل يفيض كذلك العرق يفيض ياهو يتلقى تتلقى الروفة غير هاي الأولى زين الله مروف لك اثنيين بس خوش اثنيين يتلقاها الحاجب ما تبقى من العرق هنا يجي زين وين العرق الحاجب وين يوجهه يوجهه إلى الجوانب إلى الجانبين منا منا ما خليني ينزل على العين واملأ عليه اشل Lum صار هذا الدليل انه مقوس فوق العين او ثانيا هاي الشحمة العين شحمة طبعا هاي العين شحمة او هاي الشحمة تحتاجه للنور هس انت شوني وانا شفك ببركة هذا النور اذا النور ما اكو ظلمة هندس واحد يشوف واحد بعد العين تحتاجه للنور لو ماها النور العين خلاص تروح ما تشوف بعد العين تحتاج للنور بقدر معتدل بقدر معتدل ولهذا إذا النور معتدل أنت هيك تباوع شوف إذا النور معتدل هيك تباوع عادي إذا النور صار شديد شو سووا بالحاجب شوية تكشخل ليش سووا هيك تكشخل خاطر هذا النور الشديد اللي يؤذي العين الحاجب يقلل من وقع النور في العين ينقص شوية خاطر يحتاج بقدر شو قد تريد العين يوصلها نور إذا النور شديد وهي همات فيدك شو سووا تخلل الإيد وين تخلل الإيد يم الحاجب شوف أحسنت هنا يم الحاجب ليش خاطر تقلل من شدة النور للعين شقد تحتاج العين تطيها نور فهذا الحاجب علما مولانا هذا الحاجب يوصل النور بقدر ما تحتاجه العين إلى العين زين أو البقية بعد الخشم وكذا هاي بعد هواء طويلة مولانا الشاغد هذا من خلصها الإمام الصادق عليه السلام هذا الدكتور قال له من أين لك هذا العلم أنا هو طبيب ترى مونسان كيلوين هذا الإسان عالم ها قال له من أين لك هذا العلم الإمام التفت إليه قال له أتراني تعلمته من معلم هذا تعلمته قال له أكيدكم معلم مدرسة وكذا وهذا أعلموك قال له لا والله بس سألتها قوية مو ضعيفة ترى ها وانتم شيعة علي عليه السلام ديروا بالكم ولانا زين قال له لا والله لم أتعلمه من أحد إنما تعلمته من أبي محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين عليه السلام عن أبيه علي بن أبي طالب عن ابن عمه رسول الله عن جبرايل عن الله فأنا ابن فاطمة الزهرة وابن علي المرتضى وابن محمد المصطفى الله حسنت حسنت محمد وآهي محمد محمد قال مد يدك ياه قاعد يعاين منصور دوان يقي جاي هذا يفحم الإمام قال مد يدك مد يدك قال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الله صلاة عمد صلاة عمد 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 ترجمة نانسي قنقر